التيمم لجميع الأوقات عند المالكية التيمم لكل صلاة أن يتيمم لكل صلاة هذا في المذهب المالكي وبعض العلماء يعني بعض الفقهاء يرى أن التيمم يبيح ما تبيحه الوضوء فإذا تيمم ظانا منه بأنه مريض وأنه لا سبيل إلى التيمم مرة أخرى يستبيح بهذا التيمم ما أباحه الوضوء فيصلي كل الصلاوات به إن شاء الله إذا لم ينتقد وضوءه هذا عند غير المالكية أما عند المالكي فالتيمم لكل صلاة وأعتقد أن المالكي الذين قالوا بهذا القول إنما كانت علتهم أن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه عندما قال بالتيمم لكل صلاة ربما كان في حالة إجابة عن فاقد الماء يتيمم لكل صلاة ربما ظن أنه عند المات الصلاة المقبلة سيجد الماء سيجد الماء لذلك انتفت كيقول غادين القلمة فانتفت يعني نية التيمم فيعيد التيمم فقلنا إذا ربما والله يعلم هذا والذي أريد أن أفتيه بها الإخوة أن الذي إذا تيمم وكانت له ظروف ربما صحية ربما مرض ربما جرح ربما كده ونوى أن يصلي به الصلاة الخمس جازي إن شاء الله وتعالى إذا لم ينتقد وضوءه وهذا الأصح إن شاء الله هذا الأصح